موسيقى سنة 2022 وهو مستوى أعلى من نسبة النمو المتوسط المسجل خلال 2015-2019 والذي بلغت 3.1% سنويا كما سهمت الأنشطة الغيرفلاحية في خلق 180 ألف منصب شغل صافي سنة 2022 وهو مستوى يقترب كثيرا وغم صعوب الضرفية من معدل 190 ألف منصب شغل صافي المسجل خلال الفطاة 2015-2019 وبفضل دينامية الأنشطة الغيرفلاحية وغم تراجع النشاط الفلاحي انخفض معدل البطالة وفقا لإحصائية المندومية السامية التي اخطيت من 12.3% سنة 2021 إلى 11.8% سنة 2022 ومع التنامي المستمر للأنشطة الغيرفلاحية والتحسن الملحوط التي تعرفه السنة الفلاحية الجارية نتوقع أن تمكن السياسة العمومية التي تتخذها الحكومة من مجال تشغيل من جهة والتعافي المتواصل للقطاع الخاص من جهة أخرى من تعزيز فرص الشغل خلال سنة 2023 وهي مناسبة كذلك نذكر بوضع الحكومة لبرامج المبتكرة من أجل تحسين قابلية التشغيل والتعزيز حضور الإدماج البهني وتشجيع المبادرة الفردية والحراء خاصة منها برامج أوراش العامة الصغرى والكبرى وفرصة التي أفرزت عن حصيلة إيجابية السنة الأولى من فعيلها وأبانت عن إقبال كبير للمواطنين والمواطنات كما نتوقع أن يكون لمختلف الأوراش الإصلاحية التي باشرتها الحكومة وعلى رأسها الانطلاق الفعلي لتنزيل مطاق الاستثمار وإصلاح المراكز الجهوية لاستثمار وتبسيط المساطر والإصلاح الإداري وغيرها واقع إيجابي على دينمية النسيج الاقتصاد الوطني وتعزيز فرص الشغل حتى نبلغ معا سيدة السادة الوزراء مقصد خلق مليون فرصة شغل خلال هالولاية انتدابية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته